طيب التعليمات النهائية لمباريات كأس العالم الأندية وهذا الخبر وهذه المعلومة حصرية من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامج الترندو قبل الاجتماع الفني يوم الأربعاء القاضي جرى العرف دايماً أو في كل الاجتماعات الفنية بيتم التنبيه على كل فريق أنه يصل لملعب المباراة قبل انطلاق المباراة بساعة ونص لأحنا النهاردة جابت لكم الجديد التعليمات الفنية تبقى للتعديلات اللي تمت على لواحي الاتحاد الدولي ولا هتبدأ بالنسبة للمشاركات في كأس العالم للأندية دلوقتي تقبل الاجتماعات الاحترازية اتحد معدل زمني عشان تبدأ تصل لملعب المباراة لغاية موعد انطلاق المباراة ورقلة البداية الفريق ايه؟ ده الفريق اللي هو صاحب الملعب يعني مثلاً هندي سيء مباراة للدحيل والأهلي الدحيل لازم يكون موجود في الملعب قبل انطلاق المباراة بمية وخمسة دقيقة يعني قبل انطلاق المباراة بساعتين إلا ربا يعني المباراة ساعة سبعة ونص بتوقيت القاهرة فريق الدحيل لازم يكون موجود في أرضية الملعب وفي الاستاد الساعة ستة إلا ربا فريق النادي الآله هو الفريق بي في هذه المباراة لازم يكون موجود قبل موعد المباراة خمسة وتسعين دقيقة يعني لازم يكون موجود في الاستاد الساعة ستة إلى خمسة لأن المباراة ساعة سبعة ونص الساعة ستة كلا الفريقين لازم يعلنوا تشكيل المباراة ويسلموا للمرائب مرعب المباراة عشان يتم طبعاً توزيعه لكل وسائل إعلام ومراجعته مع حكام المباراة قبل 75 دقيقة بيتم فحص الألوان ومعدات اللاعبين مع الحكم الرابع اللي هو الزي والتيشيرت الأساسي والاحتياطي لكل فريق لو الدحيل هيرتدي التشيرت الأساسي الأحمر الأهل هيرتدي الزي الاحتياطي اللي هو هيكون الجري في الأسود في هذه المباراة طيب قبل 50 دقيقة من موعد المباراة دي بداية فقرة الإحماء أو وصلة الإحماء لكل الفريقين ولكن اختيارية يعني معنا عدق قبل المباراة 50 دقيقة لو عايز تنزل تبدأ الإحماء اتفضل لكن عايز تأخرها شوية دقايق 10 دقايق 20 دقيقة ما فيش مشكلة ولكن قبل 20 دقيقة من انطلاق المباراة هنا بقى لازم تنهي فقرة الإحماء كإجباري على كل الفرق المشاركة في البطولة يعني مديك مساحة حوالي 30 دقيقة نصف ساعة تقدر تنزل تعمل الإحماء وتختتم فقرة الإحماء لكن لازم قبل انطلاق المباراة بتلت ساعة قبل 12 دقيقة كل أفراد الفريق الأهلي أو فريق الدحيل لازم يغدروا أرضية الملعب عشان يتم التحضير والتجهيز لأرضية الملعب لانطلاق المباراة ورقلة البداية طيب خدوا بالكم بقى من الإجراء الاحترازي اللي جاي قبل 10 دقايق من موعد المباراة يعني الساعة 7 وتلت البودلاء اللي مش هيشاركوا في التشكيلة الأساسية لازم يغدروا غرفة خلع الملابس عشان يطلعوا يقعدوا في الزون المخصص ليهم ورى دكة البودلاء كإجراء احترازي عشان تقليل الأعداد في الكرودون وفي غرف الملابس قبل انطلاق المباراة طيب قبل 8 دقايق يعني بعد دقيتين من خروج البودلاء بعد دقيتين لو قبل انطلاق المباراة 8 دقايق اللاعبة الأساسية هتبدأ تجهز عشان تغادر خرف الملابس وتنزل لأرضية الملعب قبل 7 دقايق الحكم بيعمل تشيك على آخر حاجة بالنسبة للزي الرسمي لكل فريق رقلة البداية 7.5 7.5 إلى 5 الفريقين مع الحكام بيتجهوا إلى أرضية الملعب استعدادا لانطلاق المباراة دي التعليمات النهائية لمباراة كأس العالم للأندية طبقا طبعا الشروط والإجراءات الاحترازية بيطبقها الفيفا في هذه البطولة فقط وحصريا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وده اللي هيتم إبلاغ بيه كل الفرق في الاجتماع الفني يوم الأربعاء القادم طبعا دي تعليمات جديدة وأول اجتماع فني لتنفيذ هذه التعليمات هيكون يوم الأربع اللي جاي لكل الفرق بالمناسبة ده هيتطبق في كأس العالم الأندية وهيطبق على المنتخبات في البطولات اللي بتقع مسؤوليتها أو تنظمها مع الاتحاد الدولي لقارة القدم في فا الأمور كلها حصل فيها تعديلات وكل الأمور دي بتتم عشان تبدأ تحضر للإجراءات الاحترازية اللي جاية بسبب موضوع فيروس كورونا وزي ما انتوا شايفين كل حاجة محسوبة بالثانية وبالضيئة وبالساعة ما فيهاش أي تأخير وحتى بيدي فرصة أن صاحب الملعب هو اللي ييجي قبل الفريق الاحتياطي أو الفريق التاني بحوالي عشر دقائق عشان بيتم التحضير لكل شيء يكونش فيه زحام في أرضية الملعب أو في المكان المخصص للدخول إلى استادي المدينة التعليمية لصديف المباراة إن شاء الله يوم الخميس الساعة سبعة ونص